كثيرين طلبوا أني أتابع مسلسل المداح وأتكلم عنه وهذا ينطبع عن المسلسل إلى الآن والشيء اللي خلنا نتحمس للمسلسل أني يتكلم عن شيخ وجن وجوار رعب اللي حبها وهذا الموسم يتكلم عن الجن العاشق دخلت على الموسم الثالث بدون ما تابع الموسمين اللي قبل لأن كثيرين قالوا لي ما في أي ترابط بالفعل تابعت أول أربع حلقات وما حسنت أني لازم أرجع وأتابع الموسمين اللي قبل الصراحة اندمشت في المسلسل والقصة والأجواء لكن فجأة خرجت من الاندماج اللي كنت فيه للأسف لما شفت المؤثرات البصرية الرخيصة المستخدمة في استعراض الجن كمسلسل متعوب عليك كذا المفروض كانوا يتعبوا شوية في المؤثرات أو ما كانوا يحتاجوا يستخدموا مؤثرات إذا ما يقدروا عندك أقرب مثال فالك أرعبت نص سكان الأرض لابسة أسود وشوية ميكب بس حتى لما استخدموا الميكب شوفوا كيف طلعوا على الأقل فالك تموتك من الخوف هذه تموتك من الضحك ما أقول إن المسلسل سيئ حبيت القصة واجواء الرعب اللي فيه لكن حسيت بحسرة لأنهم كانوا ممكن يعملوا أكثر من حاجة وتطلع أفضل من اللي شفنا بمية مرة وإنتوا شراكم بالمسلسل أكتبولي تحت في الكومنت سلام